اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الولي رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده علاقات مملكة البحرين وجمهورية المانيا الاتحادية من تعاون بناء على كافة الاصعدة تسعى المملكة لتعزيزه بما يفتح افاقا جديدة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع مع سعادة السيد كايثامو بوك سفير جمهورية المانيا الاتحادية حيث رحب سموه بسعادة السفير ونوه بمسارات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها على المستويات المختلفة من جانبه اعرب سعادة سفير المانيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بدعم علاقات البلدين الصديقين